طبعاً ده مدير فني يطلب منك أنا لو مدير فني طلب مني لعبك شمال تعملش هجمة واحدة بس؟ أنا مش هيقدر يتحرك أنا ما تعملش هجمة واحدة ترمطش لا يعني أنا طبعاً أنا عكسك في عملية اللعبين أنا أبرق اللعبين تماماً لا أبرق اللعبي لا أبرق اللعبي بس يا كابتن يعني مصطفى محمد تحميله تحاسبه ازاي وهو أصلاً حاسبه بقى حاسبه على الجانب الآخر على الروح على الجري حيعمل روح ما هو مهما عمل روح مش عارف يلعب الكورة لا 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 وقبالك يعني أنا مثلاً لو تلعب لو مثلاً عندك إبراهيم حاسن لو لعبته باكلفت نو هيلعب مش هيبقى كويس بس هيلعب باكلفت بس هيموت نفسه وحيتعب وحيجي وحيعمله شوفناش تلك الكلام ده برضو من بعض اللعبين يا أستاذ وصي محمد صلاح وهو نجم واحد من الأهم ثلاثة لعبه في العالم أرقام محمد صلاح عشرين تمريرة عشرة صحيحة عشرة خطأة محمد صلاح أهم ما يميزه في الفربول دقة التمريرات بتاعته ورجع لأرقامه محمد صلاح ما وصلته شكراً محمد أنا بشوف الجزء الأمامي بص يا كابتر أنا لأصوده إيه إن اللعب يتحمله جزء من المسؤولية طبعاً أنا مش باتكلم على الجزء الأكبر أنا مش باتكلم أنا مش باتكلم أهو سكروش طبعاً أنا نتكلم على إن كارل سكروش هو المسؤول الأكبر على الشكل اللي ما ظهرنا بيه طبعاً أنا معاك لأدت أسباب تتعلق بطريقة اللعب وتتعلق بمراكز اللعبين نعم التي لديه إصدار كبير جداً على تغييرها وتبديلها بشكل غريب جداً وشكل ما حدش مختنبه في العالم غيره هو يعني لما تيجي مثلاً تقول ترزيجي اللعب اللي بقاله تسعة شهور ما لعبش ربع ساعة واجه أبدأ به أساسي الكروش مختنبه إنه هيبدأ أساسي ده حاجة غريبة جداً تخش على مصطفى محمد اللعب اللي موجود طول عمره في جوة صندوق مهاجم صريح يوديه ناحية اليمين محمد صلاح ناحية يمين وبيلعب وبيجيد ويتميد ومختار كأفضل لعب في العالم ومهدف الدور الإنجليزي من المنطقة دي بتدخله راس حربة فبتنقص منه كتير جداً فمشاكل كتير جداً وعادة كبيرة جداً من اللعيبة اتغير مركزهم فالدنيا ما كانتش واضحة والأمور ما كانتش مزبوطة فده عمل لغبطة لدرجة اللي أمي مش عارف تلعب انت مش عارف تعمل هجمة الفريق كمان مفتقد القائد اللي موجود في الملعب ما عندوش اللاعب اللي لعبه فالدنيا تايها وسط الملعب مفقود منك مش القائد السليميكر اللي هو بيحرك ايوة اللي بيحرك منك طبعاً ضغوط كتيرة جداً نتعرض لها كروش على مدار من الماتش لغاية النهاردة وجزرية في المباراة المقبلة هل انت متأكد بالكلام ده لاننا كنت رسل بس أر كابتن عليك وكابتن حاجش معلومة متأكد من المعلومة معلومة اه لن تغير طريقة 4-3-3 لكن سيكون تغييرات كبيرة جداً في اللاعبين بحيث ان الدنيا تتزبط والمراكز تتزبط والمراكز تتزبط وتنزل لعيبة تقدر تنفذ الشكل الخطط اللي هو مطلوب بنسبة كبيرة جداً وبنسبة مؤكدة هكون في تغييرات كبيرة جداً في أرضية الملعب وفي اللاعبين اللي كونوا موجودين اللي هنفذل المباراة بداية المباراة اللي جاية تعرف مين تعرف تقولي مين لا أنا ما قدرتش أقولك أسماء لكن أقدر أقولك ان في تغييرات كبيرة جداً هتحصل أو تغييرات جزرية في أمور كثيرة جداً هترجع لأصولها وفي كلام كثير جداً دار كل ما هيحدث هنا في مصر وصل لكروش وان الشعب المطري والجمهور المطري عنده حالة إحباط من المنتخب ولابد من يعني تقديم أداء مقنع المنتخب وعشان المنتخب يرجع يقدر بشكل قوي شكل منظم لابد انه يحصل تغييرات يعني محمد صلاح يروح مركزه بشكل قوي شكل مميد تقدر تلعب برأس حربة صريحة عندك يا مصطفى محمد يا محمد شريف مرموش برضو يكون دوره مختلف زيزي وكله دور في المباراة حاجات من هذا القبيل تعديلات في وسط الملعب طبعا الأطراف هيكون فيها تغييرات كبيرة جدا لأن بعد الطرفين اللي عندك ضاعوا ففي تغييرات كبيرة جدا منتظرة في المطشد اهو ايمن أشرف هيلعب باكليفت وللبكرة هيلعب يا محمد عمنام يا عمر كمال ربما عمر كمال يعني طبعا يعني ان عمر كمال الأقرب مين يا عب حكيم اللي ممكن الأسماء اللي ممكن تتغير وتغير الأداء هو أنا شايف هو جهة نظل زي ما قال له سازقوسي ممكن من يعملش تغيرات كتير بس ترجع كل حاجة ده سازقوسي بيقولك تغيرات كتير لأ بيتكلم تغيرات مراكز تغيرات مراكز ترجع كل حاجة لأصلها معها معها انت ممكن يعني تبدي لو انت مش مقتنع مع بضالة السعيد تبقى اللي احنا شفناه لانت بتلعب تريزيجيه ممكن تبدي أحمد سيد زيزو أحمد زيزي ممكن يلعبها عن تريزيجيه لانه هو لعبها شوية في الزمان اه ولما ننزل حياة كان احسن شوية عمل الفاني عمر مرموش انا شايف انه هو لسه محتاج شوية خبرات اه محتاج خبرة افريقيا في ملاعب افريقيا اه برضو فيه لعبة معينة بيباع عندها حالة قلق من مبارات كبيرة ما بتعرفش ما تظهرش فيها فممكن يكون هو خايف شوية اعتقد ان لو ممكن ان يستخدمه كبديل هيبقى افضل بس انا عشف ان احنا عندنا مشكلة مركز ظاهير الايمان يعني مع كامل الاحترام لعمر كمال اللعب الافريقي غير البطولة العربية انت بتلعب في افريقيا شفت اللعب اللي اللعب على اقرم توفيق ومحمد عبد المنعم حاجة هتقابله في كل المطشاط حتى لو مع غنيه بيسوي السودان هتقابل لعب عليك هتبقى مشكلة فعمر كمال انا شايف ان عندنا مشكلة يعني كان شايف ان وجهة نزل كان لازم احنا فتح يكون موجود في البغولة دي وممكن مشكلة الناحي اليمين دي وعمر كمال ما تظهرش في مطشين غنيه ومطشين السودان هتظهر بعد كده لا هتظهر بعد كده لانك انت هتبقى بتهاجم وهم هكونوا مدافعين وقدامك اكتر فهو حيقدت دور اللجوم بشكل كبير